أنا هناك دوري كمواطن وشوفك ده وطبعاً بش بعيد حالة الجشعة اللي تم موجودة لبعض التجار تصرفي أنا كمواطن إزاي؟ وإزاي الحلقة هنا تكتمل ما بين المواطن والحكومة وكمان التجار والقطاع الخاصة؟ الحكومة خدت إجراءات لو تفتكروا نرجع تاني من أسبوع لما تكلمنا على توفر بعد السلع الأساسية والسلع الأساسية قلنا هنتكلم فيها على الأسعار معينة وتثبيت أسعار سلع أساسية معينة وتعلم في الأسواق بشكل معين فيه سلع مهمة جداً تهوم المواطن بشكل مباشر لأمر التاني ما فيش أدنى شك إن فيه فجوات بتحصل في توفر سلع أو سلعتين بيحصل فيها فقاقية وبتستغل أيضاً استغلال سياسي من أهل الشر وبعض الأماكن ويمكن النهاردة إحنا مصر هتستورد كمية سكر وفيه 300 ألف طن يمكن غراس تم وصول خلال أيام أحياناً بيحصل ما بين عروة وعروة في منتج أو محاصيل الزراعية معينة شيء بيحصل في كل حتى فتبدأ تستغل وتبقى بقعة الزيت تزيد شوية في الضوء بتاعها المهم جداً إن أنا يعني فيه حاجتين إن أنا الأجهزة الرقابية بتاعتي تبدأ تنشط في تجاه حماية المستهلك بشكل جيد جداً وبشكل فاعل وبشكل فيه مصدقية وشفافية عشان قطر تبدأ تجيب نتائج إجابية الأمر التاني إن المواطن يبدأ ياخد باله برضو من فكرة الناس اللي بتخزن السلع إحنا محتاجين يعني لما ألاقي فيه أزمة معينة ما رحش أجيب عشرين كيلو سكر عشان الأزمة دي أجيب برضو اتنين تأتي كيلو حسب احتياجاتي لازم كلنا نشتغل فخلونا ننتفق إن لو كل الناس أنا لأ أحمل المسؤولية عشان برضو المواطن اللي بسمعنا ما يقولش الناس اللي بتطلع في الإعلام بتتكلم علينا لأ إحنا بديتكلم عشان نوزع المهام علينا كلنا لإن الموضوع يخصنا كلنا ما بين المونتج والبائع والتاجر وتاجر الجملة والمصنع والمخزن والناس دي كلها لازم تشتغل في منظومة واحدة لأنك مهما أديت كميات أطنان من سلعة معينة وفي ناس بتشتغل عليها عشان تسربها أو تخزنها من الأسواق أو ترفع سعرها أكيد هنبدل نلاحق بعض في المسافة دي كتير فكلنا عايزين نشتغل في المنظومة دي بشكل جيد طبعا ما فيش قد نشك إن الشغل بيبدأ من الجاتة الحكومية والجاتة الحكومية بتاخد قراراتها وبتاخد استعداداتها على الشال خاطر يعني مثلا إحنا اللي عايز أقوله مثلا إحنا على أبواب شهر رمضان شهر رمضان طبيعي جدا إن الطلب بيرتفع فيه والطلب السلعي بيرتفع فيه فأول أسبوعين على الأقل وبالتالي نتائج عشان برضه ردد فعل السوشل ميديا بمصر يقولك بعومه طب النتائج والأسعار ما نزددش النتائج أول نتيجة يا جماعة أول نتيجة بتحصل في نفس هذه الأمور إنك بتضمن إن الأسعار ما بتزددش فهذا سبات أنت النهاردة ما عادش حد عنده شرعانة زيادة السعر وكان بشرعانها بإيه الدولار يا فدم والدولار طالع النهاردة أنت وقفت شرعانة زيادة الأسعار القرارات وقفت اللعب على الحبلين لو يجوزنا استخدام المصطلح لأن تقال الأسعار وظهرة الدولارة اللي موجودة استخدام اللفظ الدولاري كأعطاء فرعية الفزاعة عشان خطر أرفع فده أنت انتهت منه من مبارح ده شيء مهم جدا هياخد معاك وقت تدريجي في مقاومة طبعا لأنه برضو في ناس كتير جدا أنت لست أكثر حزنا من واحد فتكر نفسه هيبقى صاحب سريعة اشتغل دولار ب70 جنيه النهاردة 8 فالتالي لازم ده هيقاوم وده بيسأله نفسه وفي واحد بيسألك بس هو بيسألني كاستشاري أو كخبير ونفسه الدولاري بيسألني عشان عايز يكسب عشان حلمه القديم احنا برضو كان يعني خليلا نتفق على حاجة يا جماعة مهم جدا مفيش ناس في العالم في أي قطع في العالم بتحول بنفسها كشعوب الدولار من ورقة نقضية للسلعة والخدمات للسلعة هو لازم يكون برضو معايا شريك أنا أتاجر في دولار ليه عشان قطر إيه أكسب منه أنا أكسب من إنتاج أكسب من صناعة أكسب من زراعة أكسب من محل اللي بشتغل فيه أكسب من مصنع أكسب من شركة لكن الدولار عمره مكان دق ورقة يعني ساعة عشان خطر أقدر أتاجر وأكسب فيها الحاجة المهمة جدا برضو عزيز يرد على الناس اللي بتتكلم على ارتفع سعر الفايدة وإنه أقولك ده هيأثر على الحركة بتاعة الاستصبار والصناعة والتجارة وأنا إزاي كرجو الأعمال همس متنقصة يا دكتور؟ الفايدة التانية متنقصة بتاعة الشهادات اللي هتجمع لكن حتى البنك المركزي عنده مبادرات اللي نقلها للوزاق المالية اللي بـ 11% هذه المبادرات ستستمر لمدة سنتين ليه؟ المصنع والمزارع الجاد المستثمر اللي عنده فعلا استثمارات يبقى احنا عندي نوعين في السوق بيشتكوا على السوشيال ميديا لأنه بيعملوا رد عكسي واحد تاجر بيقولك إزاي وأنا هتاجر إزاي ده اللي أنا الفايدة عندي عالية لا إنت حبيبي إنت كتاجر أنت مسعر بضاعتك للناس على السبع الدباب فما تجيش تشتكننا عشان بايدة وانت كقطاع خاص وطني بتستفت استفاف وطني معانا تعرف قويس جدا أن الجد منك اللي هو مبادرات هتستمر بشكل معين وهندلها البنك المركزي مع البنوك عشان خاطر يعرف يطلع لك علاج للفجوات التمولية اللي أنت بتبحث عن جزئية فيها والأمور دي هتتم بشكل سريع جدا لأنه فيه الدول بتضاهر ما بين ليرز أو طبقات الحكومة والمجتمع المدني وده كل التباري بتؤثر في بعض وبنشوف نتجتها على المدى القصير ومتوسط والطوير بالضبط ترجمة نانسي قنقر